موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين في كل مكان أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم بلدنا الحلوة طبعا زي ما عودنا حضراتكم أنه احنا المسلم ده يبقى كله مفاجئات وإن شاء الله انتظر بقى المفاجئة في الحلقة دي بإذن الله تعالى بس في البداية اسمحولها راحب بزميلة انضمت لينا حديثا الزميلة أميرة شعبان أهلا وسهلا أميرة أهلا وسهلا محمد وأهلا وسهلا بالسيدة المشاهدين وإن شاء الله هتكون حلقة مميزة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله هتبقى مميزة وطبعا استكمالا للحلقة السابقة مع الخبيرة والأخصائية مونة بدوي وجات لنا طبعا رسائل كتير جدا وجات لنا تلفونات عشان فيها أسئلة كتير جدا جات لنا على الصفحة ولازم كنا نكمل الموضوع اللي فتحناها فطبعا اسمحولي أن أنا راحب بالأخصائية مونة بدوي أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك نورتينا يا دكتورة وإن شاء الله الحلقة هتكون هنستفاد بيها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طبعا إحنا متعودين يعني الخصيين الشعر والبشرة كله بتكلم عن السيدات فقط وسيبين طبعا حق الرجالة مع أن الرجالة يعني مظلومين في البلد فهنا حبينا أن الأرض تبقى الحلقة مختلفة ونحاول نفيد برضو الرجال زي ما نفيد النساء بإذن الله تعالى فإن شاء الله ولا إيه رأي حضرتك إحنا رجالة طبعا مش واخدين حقهم في المجال ده لا والله يبقى واخدين حقهم للشعر فموضوع الصلع انتشر والتسقطة الشعر انتشر وخاصة لنعرس إنه جميل طبعا تعرف حضرتك أصلا احنا كان دا أسئلة كتير جدا على صفحة البرنامج يعني الأغلبية من الرجالة بيساروا عن حاجات كتير جدا إن شاء الله سريدها في الحلقة في البداية كده طيب حضرتك التغذية هل التغذية الأكلة أو غيره ليه يعني ليه عامل مثلا مهم في الشعر وفي تقويض الشعر بالنسبة للرجال أو للسيدات أو دا أو دا يعني طبعا أكيد هو بيبقى سعاسي بيبقى سوء تغذية للرجل أو الشاب كمان بالأكتر لكن لو هي حاجة وراسية بتبقى صلعة وراسية بتبقى وراسة يعني دي ممكن بنسبت بس إن الشعر ما يمشيش لي ما يرجعش الورا تمام يعني هو ممكن يكون اللي هو وراسي ولا في عوامل بتأثر إنه ممكن يحصل تساقط في الشعر أو يحصل صلع وخصوصا عند الشباب يعني مثلا لو نقول مثلا إنسان يكون عامل بيتعرض للأطربة أو جو شمس وكده فأكيد طبعا شعر وشه أو دأنه أو راسه بتتأثر أو مثلا الحاجة اللي هو بتاع موضوع الجل اللي بيحطوه دايما كل يوم كل يوم بيحطوا الجل في شعره أكيد دا بردو فما بيدغسلش أكيد بيأثر بردو على فروة الراس لأن كل التسرحات الجديدة للشباب بالجل طبعا إحنا بس عشان مش عايزين نعدي الحتة بتاعة الأطربة دي لأن دي حتة مهمة جدا لأن فيه طايفة كتير جدا من العمال اللي في الشارع والناس اللي وقفة طبعا بتعرضوا للأطربة طول اليوم في شغلهم وكده طب حضرتك يعني إيه اللي يحميهم هل وبنسأل برضو لو لبس كاب ما الكاب دا برضو بيأثر على فروة الشعر وكده طب الأطربة دي إيه اللي حل فيها لأ هو الكاب لما هو بيتعرض بيكون بيشتغل بره في الشارع يعني في الشمس وكده آه الكاب مش وحش بيتلبس في ساعات معينة مش على طول لكن هو ما يحط الجل ويروح ينام بيه أو يقعد بيه مثلا 24 ساعة وبعدين بتبقى فيه ساعات أشرة دهنية في الشعر للرجال زي السيدات دي ما بتبنشي فبتبقى كتمة فروة الشعر مرة على مرة يحصل تساقط فهو لازم مفهود أن الحلاء بتاعه بيشوف له دا بيشوف فروة الشعر فيها لفيها أشرة دهنية الدهنية دي صعب أن حد يعرفها لازي كان يكون دارس طب إيه العلاج بقى لما ييجي مثلا وآخر اليوم رايح يتشطف هل يتشطف ميا بس أو يتشطف بحاجة معينة لا هو مشارك يحط شامبو كل يوم يعني الشامبو لو مش معالج ما يحطوش كل يوم طبعا طبعا ما بيخش ياخد شاور مياه ممكن يحط نوع من الكريمات المرتبة حاجة بسيطة عصد شعر الرجل هياخد قدي دي نسبة صغيرة خالص طريقة الغسيل عنده بتبقى ساعات سيئة طبعا هل غسيل الشعر المتكرر بيأثر على الفروة أذا كان بنت أو ولد؟ آه طبعا والغسيل احنا قلنا لو مثلا البنوتة بتخسل مرتين في الاسمو عشان احنا تسألنا السؤال ده كتير فبالتالي معظم الناس فاكروا وخصوصا في الصيب البنت أو الولد كل شوه ياخد يدخل ياخد شاور جوه حر مش عارف ايه فده ما يعرفوش ان ده بيأثر اصلا على فروة الراس وهل في مواد معينة او حاجة في الفروة الراس مع التكرار المياه ده بيأثر عليه؟ ايه ما هي هو لما بيخش بيفرق شعره جامد تمام ويخرج ينشف قلت قبل كده المرة اللي فات بس انتو بيتلوك اسئلة وانا جاءت اسئلة من كتر الناس ما بتسألها في حقيقة السؤال ان هو طريقة التنشيف اللي هي بالقوة دي اي حاجة بتبقى قوية على الشعر اكيد بتعمله تساقط تمام وممكن هو ما بيأكلش غذاء كويس يعني للشعر او انا قلت يا جماعة غذاء اي شعر الجرجيل الخضروات تمام والفيتامين سي والبروتونات او طبعا الفيتامين سي والحاجات دي مع الكورونا والحاجات دي حلوة والخضروات الملوينة حلوة اكيد طب دلوقتي يا مدام منا البنت اول ما بتبلغ او مثلا بتجي لها البروت اكيد بشرتها شعرها بتتغير هرموناتها عمتا بتغير هل ده بيأثر برضو على الشعر اطبع ان هي طفلة بتبقى حاجة و لما بتخش في سن معينة اللي هو سن المراهقة بتاعها بتتغير غيرت طبعا والسيدة فهي وقت الموضوع اللي بيجي لها كل اول شهر ده بتلاقي مدها تلاقي شعرها مقصف تلاقي شعرها كده هيشة بس هي مش عارفة من ايه هي فاكرة ان كتر الغسيل انه ده بينضف الشعر لا احنا ربنا برضو خلق لنا بروتين في فرقة شعرنا لازم يستفيد بيه طبعا انت تنسحيها بايه في الفترة اللي هي ما بين البروت مثلا اللي هي ازاي تتعدها بدون مثلا الى دور شعرها او هو انا بفضل ان طول ما هي موجودة عندها ما تغسلش شعرها تغسل بس يعني جسمها لكن شعرها لا طب دلوقتي برضو في مشكلة بتقابلنا احنا كشباب صغيرين بنت ولد زهور الشيب في الشعر ده بيأثر علينا جدا يعني البنت ممكن يكون عندها 25 سنة وتلاقي في اول فروة كده في شعر كتير فده بيأثر على نفسيتها ازاي مثلا هل دي حاجة ورصية ولا دي حاجة غير طبيعية ولا طبيعي هو الشيب مش كبر في بنت تلاقي عندها مثلا لسه 11 سنة وتلاقيها في قلبية شعرها ابيض يعني ابيض فالشيب غدد تحت الجلد بتتنشط مع الغسيل الكتير انا بنشط الغدد دي المفروض ان انا بخش الحمام ما بنشطش الغدد دي وبتعامل معها ببساطة وفي بتبقى وراسة تلاقي شعرها كله بيبيض طب هي ازاي تنشط مثلا الفروة الراس او ايه مثلا فيه نوع من التدليق مثلا اللي هو مثلا يساعدها بحس الفروة ذات نفسها لو مثلا فيه تساقط ده اكيد انا بسمع ان التدليق يعني بيفيد الشعر التدليق اللي هو زي المساج غير الحكة اللي هي بتخش بتخسل بقوة جوة الحمام هي مفاكرة ان كده بتنظف شعرها لا هي بتستعمل اي شامبه او اي منتج بتحط على شعرها برفق يعني بالراحة هتغسل شعرها بالراحة مفيش الشد وانا بفضل ان كل واحدة لما بتيجي تسرح شعرها تسرح بها مش تواسع ما قولتش دي مش تواسع فده هيقل الله تساقط مع العلاج اللي هي بتاخده طب احنا دلوقتي الشعر بيبقى فيه ابيض كتير ده برضو بيعود لدرر السبغة او قصرة السبغة يعني انا ممكن اكون واحدة بسبغ شعر كتير فانا ممكن برضو اقول انا السبغة بتبوز لشعري ازاي اعرف اختار السبغة المناسبة لشعري لا هي السبغة مش مدر بس تكون سبغة صحة ما فعش امونيو كتير طبعا خالص وممكن تبقى زيره امونيو ده على الاخصية اللي بتشتغل للشعر نفسه ممكن تحط حاجة قوية بتبوز للدنيا كلها يعني ده عائد على المصافف او المتخصص للشعر اه طيب تمام يا دكتور طب هل السبغة بقى يعني فيه حاجة معروفة يعني ان السبغة اللي بتضاف عليها مية اكسوجين ده ايه اللي بتأثر على الشعر سأل رجال او السيدات ما هو الاكسوجين درجات طيب هتعرف ازاي حضرتك لو انت بتروح عند اي حد مش متخصص هو يحط لك ايه انت ما بتشوفوش فممكن يحط حاجة قوية ممكن تهلك الشعر بسرعة فلازم اللي شايف ده شايف الشعرية دي محتاجة ايه يعني في الحاجات دي ويحط حاجة بتكون مناسبة لانها كلها حاجات مناسبة بيبقى فيه ارقام فيها تلاتين عشرين اربعين كذا فيه ناس بتشتغل عشان عايزة تخلص بسرعة وعايزة فلوس وخلاص عايزة تخلص بسرعة ده يعني انا هحط رقم مكوي كل شغلي ما يكملش نصف ساعة طب هل السبغة بتكتر بقى الشعر الابيض في الشعر يعني دي برضو ما كلها ملاقق الناس كتير معتقدة ان السبغة بتكتر الشعر حقيقي فلاه بس بيبقى سؤال عن فوصة الناس كده البسيطة تقولك لأ الشعر ما بيزبغش عشان ايه ما يكترش في الشعر طب احنا شايفين كده على الشاشة كان معروض صور للشعر حضرتك ممكن تكلمين عن الصور اللي هي معروضة دي اللي هي كان فيه شعر اعتقد معالج بالبروتينة وحاجة زي كده زي الصورة دي حضرتك السؤال ده بقى يعني فيه بنات دلوقتي قبل ما تدخل على الجواز انا خلاص انا شعري مجهد انا شعري فيه مشاكل كتير تعتمد اللي هي قبل الفرح مثلا باسبوع اصبعين انا راح اعمل بروتين تمام هل ده صح ولا لازم الاول قبلها في فترة تشوف لو شعرها في مشكلة تحاول اللي هي تعالجه انا بقول لكل عروسة وكل بنت المفروض انها بتروح للاخ سيئة الشعر اللي هي هتتعامل معها او هتحجز عندها المفروض بيبقى قبلها بستة شهور حتى ولو سنة انا عارفة ان معات فرح هي كذا يعني هي تاخد فترة كافية قبل الفرح بيبقى فيه حاجات عندها هي ممكن تفيدها بيها يعني ممكن انا فدها اقول لها انت تحطي ده كذا وفيه علاج بيقعد مثلا تلات شهور بس ما تجيش تفاجئ نفسها قبل الفرح باسموع عايزة كل شيء يبقى جميل يعني لازم اي كرسي بتاخد لازم يستنى الفترة بتاعته هو الحاجة اللي خاصة بالبشرة هو الشعر بنقول من يوم بيقوله من يوم لستة شهور هو من يوم لسنة ممكن تاخد فترة لاني تبع على مهلها هو الشعر عامل زي الارض مثلا زراعية مثلا بتاخد فترة يعني تاخد فترة طبعا وبعدين كل حاجة بتيجي على مهلها مش باستعجال يعني مثلا في حاجات كتير تخش البشرة بتبوز من كده اللي هو الاستعجال انا عاوزة بشرتك تبقى فتحة بسرعة طب ما هو ليه عوامل لازم اي بنت مقبلة على الجواز قابليها بفترة قال لي حاجة ست شهور بحيث اللي هي تبقى توصل للجمال او الحاجة اللي هي عايزة توصل لها اللي هي تكون مرتاحة لها نفسية وهي تكون طبيعية تكون بنت طبيعية بشرتها طبيعية شعرها طبيعي كل حاجته طبيعية حقيقي فعلا يبقى الشعر مجهد جدا وبعد كده مرى واحدة البروتين اه انا قلت الحلقة اللي فاتت قبل الكورونا كنت لما بسلم على واحدة باعرف انها عاملة كرياتين واعرف اي عاملة بروتين ولا كرياتين من الحلقة اللي فاتت طب حين بس مع الكورونا ما بقاش في بوسمة خلاص خلاص او في حاجة تانية كل واحدة عايزة تعمل بتعرفها من الريحة مثلا او ريحة الدواء فبتعرف التفرامة بين ده وده اه طبعا المنتجات طبعا فيه فرمانيل عالي وفيه مدون فرمانيل سفر فرمانيل طبعا بتجيني واحدة تقولك انا مش عايز شعري فيه ولا كسرة طب ما هو لازم برضو القوافير اللي بيعمل لها لازم يزود نسبة كرياتين طبعا عشان يديك الطلب اللي انت عايزاه طبعا يبقى شعري ليس ناعم 100% لا لازم يضيف كرياتين كرياتين بيأثر على البصلة هي تساقط الشعر وحيوع الشعر وعبل ما تيجي تعالجي بقى تاخدي فترة بل من النوم فيرجع يقولك الكرياتين او البروتين بيأثر لا الكرياتين الاصل اللي بدون فرمانيل ده شيء حلو جميل ورائع وحاجة ولازم يكون فيه مصدقية في الحاجة اهم حاجة فيها المصدقية انا ما ينفعش اروح مثلا لكوافير او اي مكان اروح اعمل شعري يتحرق او انا عمري ما هرجع تاني لا طبعا 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 وفيه مصدقات او حاجة للشعر حضرتك بتتصحي ان احنا يعني اي حد يتعامل بيها رجال ولا ست لا وفيه اكيد اهم حاجة الست دلوقتي وفيه اعتقد كان فيه عند حضرتك مصدق مشهور جدا انا اسمعي يعني كان فيه حد برضو بعتلينا على صفحة البرنامج فيه مصدق اعتقد اسمه ملوكة او حاجة زكدة تبع حضرتك او ملوكة او ملوكة فممكن هل تتكلمين عنه ايه هو مصدق ملوكة ده حلو جدا اولا انا يعني من هنا بعلي انتي ليه سمتي ملوكة ملوكة دي لانها هي بنت عزيزة جدا علي طبعا وانا بحبها جدا 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 اكتر من بنتي كمان ماشاء الله او فانا حبيت اسم المنتج باسمها وده لعذكر انا سميته وانا دخل الحلقة طب حلوة قوي يعني دي مفاجأة ليها اه طبعا ها protected ايه استمرت من بلا ايه ؟ من بالقابل اجلنا اتصالات اللي هيا يعني ما شاء الله تتلب بس يعني ايه سر اكيد في حاجة معينة انتوا بتضيفها على كل منتج في عشبة معينة بتجيني من بل بس هي انا طبعا ما كنتش بردام عنها لما الحاجة دي بتدريس كويس وبالجيب نتيجة والناس اللي محمد الله اللي استعملتها كلها حوالي ما شاء الله جابت نتيجة معهم ما شاء الله زي الفل طيب تمام دلوقتي لو حد حابب مثلا يوصل للمسك ده بيوصل عن طريق أنا طبعا عن طريق تلفوناتي لازم أشوف الأول شعر ما بدوش لأي حد حلو أنت تشوف الأول علشان بحيث يوم مثلا ما يحصل حاجة لأ أنا شفت شعرك أو شعرك فهتقدر يدليه على مثلا حاجة معينة أذا كان الشعر مثلا دهني جيف أو أو طبعا فده ولائم على كيف يعني إذا ما بيتشاف الشعر ممكن أنت طبعا اللي هو المنتج حلو ماشي مع كل الناس شيء جميل وشيء حلو ببدي يعني ناجح 100% اللي هو حمام الكريم ملوكي وده للرجال والنساء لا ممكن برضو الرجل يستخدمه عادي بس بنسبة بسيطة طبعا نحن عزين حضريني بس تبص بردو الستة تبقى كريمة الستة تبقى كريمة في كل الحالات فمش لازم يعني الراجل الراجل كده أو كده راجل يعني بس الستة لازم تتجمل ولازم تكون بشكل ومظهر جميل احنا كستات بنحب الاهتمام وبنات وطبيعي برضو الشباب بتحب الاهتمام بنفسها طب حضرينيك بالنسبة للصالعب عشان الحتة دي مهمة جدا هل الصالعب فيه وراسة وفيه عوامل أخرى زي مثلا هو الجل بيأثر فعلا على تساقط الشعر لما يكون حتى عنده شعر ومشي وراسي وشعر عرره وبدأ يتساقط يتساقط من ايه من اللازم بتسأله انت بتستعمل ايه بتغسل الزئي كل الحاجات دي مطلوبة طب انت المطلوب منك لو عملت الجل ده هاخرق ساعتين تلاتة وحاجة اشطف شعر بالمية مش هخليه لا فيه ناس بتسيبوا مثلا غيرت آخر يوم ويتنبيه كمان لما يكون عالي سيبقى فرحان بقى ممكن يسيبوا سالة طيب نوع المية برضو اللي بيخسل بها الشعر دي بتأثر على الشعر يعني فيه مثلا المال جوفية تاعت مياه الترمبا برضو عشان دي مهمة حضرتك فيه مياه جوفية اللي هما مثلا في المناطي الشعبية وكذا بيعبروا ترمبات في البيت فبيطلع مياه جوفية بيبقى كل استخدامهم منها انا بقول يعني لو واحدة او واحد يخسل شعر وحاسس ان دي مية مثلا ترمبا او مية فيها نسبة كلور عالية هاخد شوية مياه اللي هو في ازازة تمام وفي حاجة وانا اخر حاجة في الحمام حشطه بالمية دي يعني ممكن يخسل شعره عادي بالمية دي وبعد كده كل الناس بتستعمل مية سخنة حقيقي انا بقول لا انا ما بستخدمهاش خالص نهائي حتى في المكان عندي في مركز روفان ما عنديش ان انا استخدم مية سخنة احنا كمصريين او احنا كبنات عمتا بنفرق عن الخلايجة او انا اعرف بقول حتى لو استخدمت المية سخنة وانتي خرجة لازم تصدم الشعر بمية سععة علشان المسلمات بتبقى انفتح اما لو هي عندها قشرة دهنية وما بتطلعش وتحط زيت على زيت على زيت الشعر مش هيتنفس يعني ده ضرر المية السخنة على الشعر اني مثلا زي ما حضرتك قلت هي بتغسل شعرها وبعد كده بتحط زيت فده بيكون طبقات المية السععة جميلة جدا سواء للشرب وانا بقول المية مفيدة للبشرة وللشعر عشرب مية بكمية ممتازة يعني احنا كبنات بقى أسئلتنا كتير عن الشعر وما بتخلص طبق قبل ما نخش بس عشان الموضوع ده مهم جدا نحرك احنا كلمنا عن الصلع وكلمنا عن فيه طبعا السعلبة وفيه الصلع الوراسي طب هل لي علاج ولا خلاص كده اللي شعر وراح مثلا لا لا ليه علاج طب احنا بنسبع علاج جتير جدا بس احنا أعزين حاجة تكون عن تجربة بس لازم العلاج يكون بيطور يعني فيه بعض ناس بتجيني علشان دقناها مثلا وبيرسلوني طبعا طبعا حدد فيه فوارق مثلا في الدق حاب بيعمل موديل معين فيه فوارق لو هو استمر عليها لمدة مثلا يعني مثلا ستة شهور سنة وانا بستعمل ده هتطلع الشعرية مجرد ما تنبت انا بقلل معاه المنتج واحدة واحدة مش على طول طب ده بالنسبة لمنطية الداني طب الاستعلبة وغياب الشعر في الرأس وبالذات مقدمة الرأس يعني أغلبية الرجال مقدمة الرأس دي بدا مشكلة عندهم والصالع وكده هل فيه علاج فعلا فعلي اه طبعا فيه علاج طبعا يطلع وكل حاجة وينبت بس لازم تستمر عليه شوية مفيش حاجة سماء أخد علاج واول ما أشوف النتيجة او ان انا مثلا استخدم مصر او استخدم حاجة من اول مرة ما جابت ليش نتيجة هقول لا ده الحاجة دي وحشة طب ناخد وقت اقدي ايه عشان نحسب نتيجة اذا كان بنت او ولد في عمتا في معلجة الشعر اذا كان صالع سعلبة سكوت الشعر انا يعني عندي ناس الحمد لله ناس معي استعملوا الحاجات دي من اول حمام ومن تاني حمام بدأت تشوف نتيجة حلوة وما فيش تساقط وما فيش الحاجات دي كلها طبعا احنا برضو بقى المحجبة يعني احنا معظم البنات محجبين تمام فبنقض فترة كبيرة قوي برا البيت هل الحجاب يؤثر على الشعر اه طبعا خاصة اللي بتتلبس من تحدي دي اسمها البندان بتقودي مثلا انتي من 8 ساعات فيه لساعات شغل حد 10 ساعات حقيقي فلازم شعرك ياخد اكسوجين يعني لازم اقعد بدون طرحة لازم اهوي شعري كويس وخلقت ياخد حرية زي اي حاجة انت بتكتميها تمام فالبندانة بتفضي اول حاجة اللي قدام هل المجفف ليه اثر برضو على الشعر طبعا احنا بس عشان ما نعديش الحجاب دي يعني اصدر حضرتك ان احنا مش غياب الحجاب لا بالعكس يعني لو حد محجب بياخد فترة مثلا تخش الحمام مثلا لو فيه حمام تفك الطرحة مثلا موقعها وتلبسها تاني فيه نوع حجاب معين ازي اعمال ما تخلقش مثلا الرسط بتاعها نص ساعة طبعا انا حبل ما صلي وخل الصلاة هفك الطرحة الشوائية لكن فيه ناس اللي بساعة باعوا وشين ساعة يعني انا حريكي تتكلم الفترة الزمنية بس يعني 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 لو حتى نسبة تنفس كده يعني حاجات بسيطة تتنفس الحاجة دي او لان انا كل ده جربته جربته لما بغطي وجربته مش لما بكون كشعري عادي طبعا تمام المكوى بقى والمجفف عمتا يعني لا هو انا قلت برضو انت سألتيني وديدي في اسئلة جالك وكتير انا الاسئلة بصي غسيل الشعر تساقط الشعر انا دايما شعري بحيث اللي هو مجهد كل الاسئلة دي احنا حتى لو احنا سمعناها بنحب اللي احنا نسمعها تاني فدي احنا بنتيل عليها كتير هي اي زيدة بتحب لما تخش الحمام فهم اني كتر الغسيل والفرق الفرق اللي هو اللي هي الحق لكن المساج لا في فرق فهي تكون يعني رحيمة بالغسيل حريصة شعر او لو بنت صغيرة لازم الام اللي تخسل لها طبعا طبعا لانه ممكن تنزل مياه سوخنة كتير وتطلع وكلام ده برضو حاجة اول ما تخرج من الحمام لازم اي حد يشرب مياه يشرب مياه كتير يعني يكون محترم كده يكون بارد لداخلي وخارجي طبعا طب هي ناقصها مثلا حاجات كتير ما بتاكلهاش بقول لا تاخد مكمل غذائي تاخد مكمل غذائي وتستعمل حاجات داخلية بقى وتاكل صح طبعا ده لو بنوت لو سيدة نفس الحكاية طبعا طب احنا في فكة معينة او في خضرات معينة بتبقى مفيدة للشعر يعني احنا عايزين حاجات معينة بالاسم مثلا اللي بيفيد الشعر والبشرة البنجر الجرجير دول افية حاجة للشعر والبشرة طبعا بالنسبة للجرجير يعني احنا بلاسمع برضو ان في حاجة اعطاكت زيت كرجير او حاجة زى كده في زيوت بس لازم اللي بيحطها الزيوت على زيوت بتعمل ساعات حاجات مش كويسة يعني بتتركب على بعد ما بتبقاش مزبوطة يعني لازم لما بتركب زيوت يعني عارفها كويس تمام وبنسب محددة برطا وبنسب محددة او تمام فانا بفضل الكريمات لان الكريمات بتبقى مرتبة وبترتب البشرة الشعر بطريقة حلوة او فحتديك فرصة حلوة انك تشوفي شكل الجميل في زيت طبعا اللي انا برضو قلته لحلقة اللي فاتت ده زيت متركب بنسب معينة جدا جدا وفي قلبي العشبة دي لو الزيت والكريمات ما فيهاش العشبة دي مش هتديك الشيء اللي انت عايزة طبعا والعشبة دي بتيجي من بلدها من بره طبعا المتجادة حاجة بتتكلم عليها دي متواجدة لو حد عايزة يعني احتاجها او الغياب الشعر موجود عند حضرتك وممكن حافظي كله طبعا طبعا اضبعا طبعا بس فيها تعلبة ممكن عشان انا لازم اشوفها معكلة تعلبة وتعلبة غير يعني ممكن تعلبة ترفق من فاروة اه اه ومتلحق الحاجة وهي سويرة غير ما تسابها تكبر في الشعر طبعا طيب يعني حراكة اللي هايسة على المنتج ده وتيصور مثلا المنتجة المصابة ويبعث حراكة الواتس على أرقام وحددك هتخصصيه أنا قلت قبل كده أن أنا باجي باجي لكاهرة تمام بس بفضل أنه لما يجي مركز روفان حيتستفيد أكتر أنني بشوف الحاجة بطبيعتها لكن النصورة برضو متبقاش واضحة طب هل هل متاح أن في مركز روفان في مكان للرجال والسيدات ولا كله سيدات فقط؟ لا طبعا مستأذنين واخدين مكان ميه لا بس ما يعني في حدود المعقول يعني أيام معينة أيام معينة عشان ما يكونش في سيدات ما يكونش في اختلاط يعني طبعا ده حاجة ممتازة طبعا عشان برضو احنا مهدور حقينا لا لا ما يكونش في اختلاط ولازم في وجود الحج طب طبعا دلوقتي معظم الناس بتستغلى الحاجة الغالية المنتج الغالي لأ ده غالي أنا مش أقدر أجيبه أنا مش عارفه فبيلجأوا للمنتج الرخيص ونرجع نقول ده أنا شعري باز ده أنا شعري أنا أنا فبيبقى فيه يعني تردد كتير وفي نفس الوقت الناس شايفة أن الحاجة الغالية ما بتعملش حاجة أو الرخيص هم دائما بيبصوا للرخيص ما هو أنا أنا تكلمت برضو في النقطة زي هي مثلا أنا حقول ده مثلا بجنيه هي هتروح لأبو نص جنيه مثلا هتعالج شعرها بعد كده بخمسة جنيه الأضعافه طبعا طبعا ما أنت يتاخد اي حاجة وبتبقى فيها مصدقية وبقولك ده حاجة كويسة ومش هتعملك تساقط وبعدين فيه فترة جات لنا اسمه هوس البروتين هوس طبعا أنا قلت نأخذ حمامات ونأخذ شمبوات كويسة ونأخذ حاجات كويسة في المتناول للجميع تمام مصدق الملوكي ده حاجة جميلة في المتناول إيدي الناس كلها وتغديب تعمليه على مراحل فبتلاقي نفسك متزبطة وشكله حل لو حتى ما عملتش السشوار هعمل شعري يعني بلما بسيطة كده أنا بشرح حالها وبعد أشرح كل حاجة اخسيلي ده كذا وحطي ده كذا وعملي كذا فيه ناس ما بتمشيش على تعليمات مظبوطة تيجي تقول لك أنا ده ماينفعش لكن أنا صدقيني مصدق ملوكي ده من حاجة اللي أنا حبيتها جدا هو كفايا بس اسمه ما شاء الله يعني في حاجة تاني بقى احنا خلاص كده الفقرة الأولى على واشة كانت افعنا عايزين بقى نصاح للشعر كده عشان فقرة الأولى تتشعر أنا بقول إن كل واحدة تهتم بشعرها بطريقة حلوة تخسل بشامبو كويس تحط المسكات كويسة تشرب ميا كويس تكون نظام غذائي حلو طب فيناش بتسأل بقى أنا شعري ما بيطولش خالص لا إن شاء الله سألون ريفانا يطول إن شاء الله طبعا أحب شكرك يا أميرة في حضورك النهاردة معنا وفي المعلومات القيمة والأسلة القيمة احنا طبعا استفادنا جدا بخصوص الشعر من مدام مونة وإن شاء الله والله هو مجاله كبير وكتير احنا لو قعدنا نتكلم احنا مشان نخلص احنا كبنات احنا بنعمل في حياتنا نهتم ببشرتنا وشعرنا كل اللي يهمنا شكلنا لا أولا إن شاء الله بإذن الله الحلقات الجاية لإن فيها حاجات هنتكلم فيها على المرأة أكتر أكيد طبعا فهتكون الحلقات كلها إن شاء الله تبقى الست أكيد أو المدام من دول هتفرح بها جدا البنت طبعا عندها ثلاث سنين تلقى اللي هي مهتمة بمفسها هي بتتويلت تعطى على التسريح عشان كده أسئلتنا كتير يعني بعدين أنا عندي روحان ما شاء الله عليها يعني عفو كل حياتي إن شاء الله بمشتركها نيرا وبإذن الله الحركة انتظروا معنا إحنا معنا برضو مكابلين مع الخصائية مونة مدوي في النصف الثاني من الحلقة مع نصائح برضو مهمة جدا زي ما تكلمنا عن نصائح للشعر فيه نصائح عن البشرة وهنضم إلينا زميلة عزيزة دين عصام شكرا نيرا نحن محمد ما شوفه واصل ونرجع تاني إن شاء الله اشتركوا في القناة للفاصل والحلقة الدسمة دي اللي هي معلومات لكل الرجال قبل السيدات انضم إلينا طبعا زميلة عزيزة الإعلامية دين عصام أهلا وسهلا دينة أهلا وسهلا بك أسود محمد وأعلم بكل متباين ببرنامج بلدنا الحلو طبعا زي ما احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن الشعر وكل معلومات كتير جدا وأسئلة جات لنا فإن شاء الله الفكرة دي هنتكلم عن كل ما يخص البشرة ومستنين برضو حضراتكم أي أسئلة تبعطوها لنا على الهواء احنا مع حضراتكم والأسئلة اللي بعتوها لنا قبل كده احنا بنتجاوب عليها في البداية كده بقى السؤال برضو للرجال كده يا ربنا يا غلي بنسبة لبشرة الرجال بيعاني فترة الشباب من ظهور حبوب كتير جدا في مطيط الواجه وهي ما تسمع بحبوب الشباب تماما فإيه العلاج للحبوب دي هو بيأخد علاج بس طبعا ما بتعرضش الأتربة ممكن بيأكل أكل في دهون كتير بتبقى بشرته دهنية تمام فمع الحاجات دي كلها وتعرضه للشمس وممكن طول ما هو قاعد مثلا بيحط إيده في وشه ممكن تكون راسه فيها قشرة دهنية بيأخد من هنا للستة أو للرجال بتأخد من هنا مثلا وتحط هنا وتسند كده تسند كده تلاقي من هنا اتنطور فيها حبوب وهي ما تبقاش عارفة الحبوب دي جاتمي أو هو ما يعرفش تمام وممكن الفوطة اللي بينشب بيها يكون حد مثلا لأن المفروض كل واحد بيستعمل حقه لوحده تكون زي عدوة تكون زي عدوة أما لو هو حب شباب بيأخد علاج وبيخفه بيبقى كوي زي الفل يعني ليه علاج وعلاج طبعا طبعا بس لو ليه في الحبوب دي بتبوز الوش بتسيب أماكن اللي هي الفتحات البني مسامات الوسعة بتسيب المسامات الوسعة يعني كتر أنا أشيلي الحباية وأفضيها ورجح لا بتحصل لحاجات كتير حباشة للبشرة يعني حراكة احنا بنشوف برضو بعض الشباب المسامات بتاعت الجلد بتاعتهم واسعة بطريقة كبيرة هو ده بسبب الحبوب ولا بسبب نقص نقص حاجة في صفقة البشرة لا هو بيبقى بيقلع في الحباية نفسها أو بينشوفها بطريقة غلط وبيستعمل لها حاجات أكيد خطأ أو بيحط مثلا حاجات من عند الحلاء أو بيجي يحلق ده أنه بالموس دي برضو بتبوز بيكون في مرتبات يعني بنديره الحاجات دي بقوله على الحاجات دي يستعملها ازاي وبعدين بيخش على حلاء أو بيخش على شكل جديد يعني بيستعمل حاجات بس في بعض الشباب مستعجل يعني استعجال بسرعة أو ضخرك بسرعة طيب مدام مونعي زيكي بكلميني عن الحلاء النفسية بالنسبة للمرأة الحلاء النفسية وسن اليأس ده بيبقى لي علاقة بالمرأة يعني لي علاقة أصلا بالبشرة يعني بقى التجايد اللي بتظهر احنا مبيناش نقول عليه سن اليأس ده هو سن فرحة لأي ستة طبعا لأن أنا مقعدة أقول لها بس سن اليأس ده الاسم بس كفاية ليه سن اليأس الناس كتير عايشة وهي عندها سن اليأس ده من زمان يعني منهونة صغيرة مش منهونة شرطة وهي كبيرة فليه سن اليأس ما يكونش ليه سن فرحة هي هرموناتها بتتغير زي ما هرمونات البنت بتتغير في البداية بتبقى في سن المرأة لسن بنوتة بقى برضو الستة بتبتدي خايفة اللي حسن يتقطع عندها التمس وتبقى بقى عملة تقول لها أنا بتجيلي ده كله غلط ده كله ده نفسية معدلة الحالة النفسية ليها دور كبير؟ أنا قلت برضو في الحالة اللي فاتت نفسي شعر وبشرة الحالة النفسية تسعين في المية لا مرة دي بقول لها حضرتك دي مية في المية هي بتبقى خايفة لا خلصا نقربت على سن اليأس لا ما قلش إنها جاتني أصلا لا هكون كبيرت ده ما دخلوش لا بالسن ولا بالحاجة دي كلها لإن فيها ناس كتير شايلة الرحم يبقى ده دخلت في سن اليأس من الصغيرة لا طبعا دي حاجة ودي حاجة هيها بأسبوع وبعدها بأسبوع بتبتدي مدها يتغير طب هي ليه ما تفرحش نفسها في الوقت التوقيت ده تخلي نفسها فريش أكثر بتاكل كويس تنبسط كويس بتبقى حياتها طبيعية جدا تمام؟ فأول ما بتبتدي هي تحس بالفترة دي مدها كله بيتغير كبرت بقى وخلاص ملاش نازم تبتدي إنها تهمل بقى في بشرتها تهمل بقى وطبعا خلاص وهو بصفة عامة أي سيدة خلاص جوزت أولادها تكبرت بقى جوزت تقول لها لا لا ما فيش الكلام ده المرأة تفضل جميلة بكل حاجة كل حاجة حلوة فيها وبنسبة المرأة طبعا كل سنة وهم طيبين كل أم من هنا بقول كل سنة وكل أم طيبة كل سنة حالك طيبة كل سنة حالك طيبة دكتور كل سنة حالك طيبة دكتور طيب كلمين يا مدام مونع طبعا إحنا داخلين خلاص على فاصل السيف فاصل السيف يعني البشرة بتتعرض لأشعة الشمس وخصوصا البشرة الدهنية إزاي إن أنا حافظ على بشرتي وإزاي تجنب أشعة الشمس وإزاي إن أنا أعرف أصلا نوع بشرتي إذا كانت دهنية أو جفة أو عادية هو المفروض إن أنا بخسل وشي طالما أنا بشرتي دهنية أخسل وشي في اليوم حوالي مثلا بنقول خمس ست مرات إحنا بنقول مثلا اللي بيصلي بيخسل وشي خمس مرات في اليوم تمام وبتخسليه بغسول معين ده برضو موجود عندي وبتخسلي بصابونة معينة اللي اتنين بيتفعله مع بعض بيخلولك بشريتك ما تبقاش دهنية غسول للوشة حضرتك بتغسولي وفيه برضو نفس الأعشاب اللي أنا بشتغل بيه هي بتبتدي تخسل وشها كويس وتنشفه بطريقة كويسة أول ما تحس إن البشرة عندها يعني فيها كده بتخش تخسل وشها فبتشيل ده لكن لو هي حطت إيدها على وشها من هنا لهنا لهنا بتبهد للبشرة الدهون وبرضو زي ما قلت الدهون بتبقى أساسا في الشعر في الرأس تمام تبتدي تنزل أول على الجبهة وبعدين تبتدي تاخد الوشة كله طب وزي يعني أعضر عالجها من خلال الغسول ومن خلال المرتبات من غزل الغسول ولا البشرة الدهنية ملهاش مرتبات لا لا ليها ليها لو شلت كل الدهون هتبقى بشرة دفة يعني أو بالظبط كده ومش هتبقى حلوة طب لازم بيبقي شايفها قدامك تديها إيه اللي يناسبها بالظبط وفي بعض البنات بيطلع لها حبوب طبعا في جسمها دي بتبقى بتاكل شوكلة كتير بتشرب بيبس كتير يعني الأكل كمان لي علاقة للبشرة والزيوت والحاجات دي أهو فبنقول لها قال لي من ده ما بحرمهايش طبعا من الحاجات دي فبلا قال لي منه لما تقلل هتلاقي بشرة باقي حلوة tussen مكسرات الحاجات دي كلها معينه انا بقول cis تلي بيكون ومكوناتها الزيوت يعني الحاجة الوحيدة في المكسراتحلوة للبشرة والشعر اللوز اللوز ده من الحاجات الجميلة جدا جدا للبشرة والشعر طب السؤال برضه اللي سألناها في الشعر الأكل والشرب ليه تأثير؟ وهل شرب المياه كتير ليه تأثير برضه على البشر؟ شرب المياه ده تحته خط أحمر أشرب مياه كتير 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 يعني أولا هو بيساعد على الوزن ده حاجة طبعا دي خارق بره الموضوع وبيساعد على أنه ببشرتك دايما حلوة وشعرك دايما حلو المياه يعني شرب المياه بيناقص الوزن زي ده نواه بيأثر على نظارة البشر لأن أنا عندي برضه أنا بدي كرسات لتخصيص الوزن فلما بدي الكرس بديه بشكل حلو وبشكل جميل وتحت إشرف ده كترة محترمين جدا بالنسبة الكرسات تخصيص الوزن بقى بالله إن فيه ناس كتيرة لما بتخص بشرتها بتفقد عناصر كتيرة فيها يعني بيبقى ظهر على بشرتها أكتر ما هو ده الميزة في الكرس ده الكرس ده بتاخده وبقولها على نظام غذائي حلو جميل بسيط فبتاخد الكرس بيساعدها على الحر لكن هي واخد نظام غذائي وما فيش حر مش هيعمل معها نتيج فلو خدت النظام الغذائي الصح هتلاقي الدنيا معها كويسة لا وش بحتان ولا شعر بيتساقط ولا جسم مرهق ما هي برضو صار الرجيم بتبقى على طول عاوزة نام فمارش هيكون ده كل ده موجود عندها هتبقى اللذيذة بالنسبة للبنات بقى اللي بتستخدم الشمع يعني كتير قوي بنشوف البنت لما بتستخدم الشمع في بشرتها بنلاقي زي لساعات على بشرتها ده إيه سره طبعا احنا قبل حركة تكلمكا معنا صور للشمع يريد تتعيرت برضو مع مخصية همونة بتتكلم بتاعت الشمع تفضلها بقول للكل حد صور للشمع ده لساعات في الوجه بقول للكل حد لاني انا عرفت بعد كده يعني من كتري بقى ما بقدر تتكلم ومعلق خاصة ده انا صحابات الصورين الرجال بيستخدموا برضو وجه الشمع في المحلات بقول للكل حد لازم تكون عارف درجة الحرارة بالزبط إلا لا متى متستخدمهوش تمام هو الشمع زي التأشير بتاع الوجه بتشيلي طبقه من الوش طب ما هي الطبقه دي بعد فترة بتلاقي وشي جبه تاني وانتي بتجبال بتعجزي نفسي جبه دي طب ليه فانا بقول لأ الشمع ليه حدود بس هو بيتعالج يعني انا الحالة اللي عندي دي تعالجته بقت زي الفل ورجعت عادي خالص زي الاول بس بدل ما تخسري ده كله وتعملي حاجة خطأ تاني لا لازم تسألي وتعرفي بشريتك حساسة ولا مش حساسة هل اشيل ده ازاي السؤال برضو بيبقى حلو يعني البشرة نوع البشرة اذا كانت حساسة او لا يعني هي دي اللي بتأثر او الشمع بيأثر عليها اه ولازم تسأل انا بشريتي عمل لها ايه عمل لها ده ولا حاجة تعني في حاجة تانية بديلة ليه في بديل ليه حلو قوي برضو خفيف جدا ومنزلات طريقة حلو قوي طب بالنسبة حاليك بتقولي درجة حرارة للشمع مفيش اعتقد صالون حلاقة بيهتم بدرجة حرارة او اعدوك بمجرد ان المسك بيسخن بيشتغل طب ايه ادركته حرارة ويعرف ازاي او لو هو غلط مثلا من فترة زمانية خصوصا انه كمان بيبقى يممكن تتنقل من خلاله عدوى ان من شخص لشخص تاني وده ممكن يؤثر على البشرة بسي حضرتك في حاجات بتنقل عدوى دي حقيقي مية في المية ودي كانت افدتني بيها يعني زمان يعني برضو واحدة ربنا بقى يذكرها بالخير الشمع طبعا دلوقتي اللي بالبقرة ده لا هو مش هيعلي بس انتي ممكن تمسكي بايدك بدون ما تقصدي وتلمسي والشهر قاضي يسبب عدوى طبعا اصلي دي حاجات كلها مسامات متفتحة فبتقي ايه وبعدين انا عندي الماسك اللي هتكلم عليه يعني انا قلت لسه اسأل حضرتك ايه سر المقونات اللي حضرتك بتعرضيها ماسك اللولو ده اولا بتبقى الستة عندها غوامئ كتير في اللي هو التسبغات البنية دي هي سهل جدا تروح تقاشر تمام ده حضرتك الماسك اللولو ده حضرتك خاص بحضرتك بس ده على اشكال معينة عندي لان كل واحدة بشرتها مزيت تاني بس هو الماسك ده حضرتك اللي يعني يعني مكونات وحضرتك اللي بتجمعيها بتعرضيها معينة ببنسة معينة كل منتج لولو منتج طبيعي مية في المية مية في المية طبيعي ما فوش اي مواد كيموية تمام بتحطيه على بشرتك وبليه طريقة غسيل معينة لحسب نوع البشرة يعني حضرتك لازم الاول تشوف البشرة وتحدديها ومن خلالها لو مش متواجد عندي بقولها طب يديني فرصة يومين تلاتة طبعا يعني بالنتائج الجميلة اللي جاتني منه انا بقول من هنا برضو المنتج ما شاء الله عليه يعني جميل جدا جدا طب اللي انا فهمتم ان كانوا حريك ان ماسك لولو دوت مش مش ماسك واحد يعني كذا كذا نوعه لهو لولو هو لولو لولو دوت بس مخصص يعني فيه كذا لكل حاجة لها تخصص لكل واحدة لها بشرة مصر لها لسب معينة لسب معينة اوه طب واللي عايز طبعا المنتج يتوصل مع حضرتك ومعلكم صحي كده؟ اه اه ان شاء الله ويتوصل قبلها بفترة عشان انا لو فيه برضو حاجات مش متواجدة عندي يعني هحضرها له كده والسبب اختيار حضرتك للإسم نفس الشيء زي ملوكي كده هم اطفال عزنز عليها جدا زي روفان زي هم زي برضو عندنا احفاد جميلة مريم الحاجات الجميلة بتاعتنا دي كلها فانا بحب كل المنتج اللي حييجي بعديه هسميه مريم طب ومن نسبة للهدائجات ده لولو وملوكة جابوا الهدائجة بتاعت الامة اللي لسه لحضرتك لا لسه لا لا مش ينفع كده طبعا احنا من هنا بنابنوا عطلهم طبعا تحية لولو والملك ولو روفي انه كلهم كلهم احبابي يعني بصراحة ربنا يخليهم ويعفظهم لأهلهم كلهم ياريخ مدام مونة طبعا حضرتك عارفة ان في بنات كتيرة مش بتشتغل وبتبقى حبة انها تجيب هدايا لعيد الام اللي بتحوج بقى من مصرفها اللي بيبقى معها فلوس بسيطة حضرتك تنصحيهم بايه؟ انا اقول ان المنتج سعره مش غيري قوي تقدر اي بنت تجيبه الممتها هدية وتشوف يعني في بعض خطوط بتطلع في الوش كده يعني اللي هو السن بحكم السن او بيبقى اهمال في البشرة ده اولا بيشد البشرة بشكل حلو بيشيل الهلالات اللي هي التسبغات بس ما بقول يا جماعة يعني فيش حاجة بتيجي بين يوم وليلا لازم نكون بنستعمل الحاجة او يعني بتمشي على النظام اللي انا بقوله له اللي ما بتمشيش على النظام لا طبعا ما بيجيبش نتيجة وبيعملش اي حاجة تمام؟ تمام منطقة العين بقى اهو اه معروفة ان منطقة العين دي منطقة حساسة جدا اي ارأي ما كان في البشرة بالضبط كده اكتر البنات بيحبوا علشان يديروا الهلات السودة بيحطوا كريمات تفتيح تحت منطقة العين برضو تنصحيهم بايه؟ لا في برضو كريم تحت العين وكريم جميل جدا برضو بتحطوا بطريقة بسيطة كده وظريفة حيخلي عينها شكله حلو والمسك بتعلوله بيتحط تحت العين في كل اماكن تخص العين انا هقول لحضرتك حاجة احنا نجحنا في عمليات الشد والبشرة بشكل حلو وجديد لكن ما نجحوش في اليد والرقبة بالضبط كده فعلا اليد والرقبة ما نجحوش فيها فانا بقول من هنا لأ مسكلوله للرقبة بالبشرة باليد بكل حاجة حلوة يعني الست لازم تتجمل في كله اكيد طبعا احنا كستات قصة بنحب التغيير لان شكلنا بيعكس مظهرنا العين قدام الناس حابة حضرتك تكلمين عن البشرة المختلطة دي بتبقى مشكلة بالنسبة لبناتك كتير قوي اللي هي عارفة دهنية بالضبط كده هي مش عارفة قصة النوع بشرتها ايه اه طبعا دي لما أنا بشوفها وبعرف هي بتعمل فيها ايه بالضبط وبتتعامل معها ازاي اكيد حافظها بس لو هي دهنية ما تستعملش بقى الكريمات الكريمات دي ممكن تكون فيها حاجات ضدها هي من هي مش عارفة تحت اشراف دكتورة طبعا اكيد الدكتورة هتنزحها طبعا لكن من نفسها تجيب حاجة مستيدلية او مثلا واحدة استعملت منتج بتروح تقولي القريبة انا استعملت جدا تروحي التانية شريام مستيدلية وحطاها لا طبعا ممكن يقز بشرتها وهي ما تعرفش يعني حضرتك مع ان اي بنت او اي ستما تحت اشراف دكتور لكن ما تلجأش منها النفسها ان هي تشتري اي منتج وما تجيبش حاجة من نفسها يعني تروح تجيب المنتج ده عشانين شافت مثلا قريبتها او حد عمله ده وشها جميل جدا لأ هو ممكن مشي معاه وبعدين يعني انا بقول معظم البنات في حتة عندهم كده صغيرة قلتها برضه المرة اللي فاتت بتبقى بعايزة تتجمل بس مثلا بتقولك ايه ما بقولش ان انا عاملة بروتين ما بقولش كل البنات عاملة بروتين وكل الناس بس اعمليه صح وخليك طبيعية يعني يعني بتقولك لا او لا طب انت حطاله ايه حطيتي ايه قبل ما تعملي ده عشان انا بقى فاهمة هي تكون مستعملة حاجات شكل ايه ما بتقولش ما بتقولش عايز بس معلومة كده عشان هبنشوف المعلومة دي وعايزين نعرف حريك لما حد بيجي نعمل مصر بيحط اخيار على العين هل الخيار دوت ليه يعني ليه تأثير على العين مسلا بيسحب لنا عاجل حاجات المطبخ حلوة وانت وقفة في المطبخ كده اللامون حلو والخيار حلو والطماطم حلوة وكله حلو يعني الخيار مفيد للعين بس مش على طول طب الطماطم مش تجيب حساسية البشرة معاينة ما هو انت بتقولي كل ده حلو بس ممكن الطماطم تعملك بقى بالزبط كده الحسب نور بش تعملك تسبغات في الوش تمام فيه حاجات بتتحط بتقلب تسبغات لكن الخيار عشان مادة مرتبة بتبقى جميلة او وفيه بعد احيانا انا بدخل للحاجات الطبعية الان كل حاجة طبعية الزبادي فيه ناس كتيرا بتستعمل موسك الزبادي علوش او الحاجات المرتبة البردة الجميلة دي حطيها ما فيهاش مشكلة بس ما تخلطيش حاجة بحاجة وانت مش عارفها تطلع لك النتيجة ايه في الاخر طيب هل انا يعني ينفع ان انا اختبر الحاجة دي قبل ما احطها على بشريتي يعني هل انا اسمع انه او ماتي حتيها ورا ورا الودن بحس ان انت تشوفيها لو فيه مثلا حساسية او حاجة خلاص ما تحطاش على بشريتي يعني احنا اجمد حتة عندنا في البشرة دي تمام ودي لكن تعالي بقى هنا دي ارق مكان مناطق الحساسة دي طب هي هتروح حتى تحط المسك على كله خلاص تظهر عندها حاجات لأ ده هنا فيه بقعة خد يبالك طبقة الازوم طبعا والبحر بيانت حاجات كتير في بشرة السيدات بسببها طبعا هي روحت لقيت فيه بقعة صمرة بس ما اهتمتش فاكر ان ده صمر من البحر سرح معاها بقى ويقل بقى معاها بتسبغات وحاجات زي كده بس الحمد لله كل حاجة لها عليك والحمد لله الناس اللي طلعت معاها كلهم مبسوطين مايب تبقى المزدقية يا رب طب فيه حاجة بقى للعمال اللي هم شغالين في الشمس طول الوقت فيه حاجة بتحمي يا رب طبعا احنا بنابع التحيات من هنا لأيهم طبعا هل فيه حاجة مثلا كريمات او حاجة تحميهم العمال اللي بشغالين على الهات اه بياخد معاها بس صابونة معروفة وبياخدها معاه وبياخد معاه فوتا نظيفة حاجة جميلة هو بيشتغل طول النار يغسل وشه ويتوضع ويصال بقى بيغزيل وشه بحاجة جميلة يعني بس غسيل الواجه يعني معاها الشمس ما بيوديش لسويدات لا اصلا هو بص هو هو انت كل ما تفعد عن الشمس اللي بتاعت فترة الظهر دي انت بتبقى افضل وبتبقى احسن لكن هو مثلا مضطر بيه البسكاب فيه بقى واقع عندي جميل جدا واقع الشمس داحل مش دهني ما بيسحش في البشرة الحاجة الجميلة دي وفيه ناس طبعا ماشية بيه على طول حتى لو رجالة بيحط حتة بسيطة يعني والواقع بتاع الشمس لازم يتغير كل ساعتين صندوق ينفع للرجالة والسيدات ايه وبس لازم يتغير كل ساعتين يعني متواجد عن لحضيك برضو منتج خاص بالحماية بس لازم يتغير كل ساعتين طبعا هيلموا تراب بالزبط كده هيئذي البشرة بقين طبعا بردو بيأكلوا من السوق وبره والحاجات دي كلها فمش هنوعبا نقول لهم لأ دو الناس جمال وعلى رأسنا من فوق طيب احنا الكلام ده كله كويس جدا على البشرة احنا بقى ازاي نحدد نوع البشرة بتاعتنا ايه هي وازاي نعرفنا عليك يا لما في مشاكل فيها بتتحدد ازاي يعني انفع اننا حددها عن طريق البيت ايه زي كده ما نفعش ها احددها عن طريق البيت اعرف ازا كانت بشرة دهنية هي وانتي قاعدة ما غسلتش بشرتك لمدة 3 ساعات هتحط ايدك عليه لو لقيت بشرتك فيها لما عم بقى وزيوت في ايدك كده خلاص دي دهنية 100% دي اكتر بس تشوفي البشرة الدهنية ما بتكبرش البشرة الجفة بيبنى عليها بزرعة فبتفرق بردو ما تجيبي واحدة بشرة دهنية وتعالجها لا بتفضل على طول شباب طيب مشاكل بقى البشرة يعني فيه ما فيه كتير جدا امراض والكلام ده حراك الهل امراض زي ايه مثلا زي فيه بوع بني فيه حاجات مية تسبغات اه دي تسبغات دي علاجها ليه علاج وانا قلت مصكلولو بيعالج حاجات كتير يعني هو مصكلولو مش تفتح البشرة بس بس مع بقية الكورس مش يعني هو حاجة مقصص هو اساس الكورس تمام وبتاخد معه كريمية وبتاخد معه حاجات بس بيه ريحة وبرضو العامل النفسي بقول للمرة التانية العامل النفسي ليه دور كبير طب ممكن حراك بس معلومات كده ازاي مثلا قبل الماسك وبعد الماسك واسناء الماسك وفترته الزمنية يعني بيش يعني غسيل الوجه الوجه ازاي مثلا غسيل الوجه المفروض بحطه وباخسل وش معايا بيبديها اسفنجة من عندي الاسفنجة طبية بتخش تخسل الشاب مياه سخنة سخنة كويسة ينزل الماسك بعدها بتحط بقية المنتج اللي انا بتدهولها بقى يعني بترطب بشرة بتحس نفسها حاجة تانية طبعا حريقة قصود يتخسلها او يخسله يعني او يعني رجل انا وعريس بقى طبعا هزم يستعمله قابليها وكده ويحس بقى يعني في شباب كتير جدا والشوم بيبقى كله بقع مسلا بني او حاجة اه طبعا ماهو يا قصدهو يا البشرة بتبقى واحدة بس هي بشرة الرجل انشف يعني بحكم ان هو رجل فبيبقى الماسك بتاعه زيت شوية تمام يعني ليه نوع برضه معايا طبعا يعني بعد غسيل البشرة بيتم وضع الماسك بتحط الهي الماسك بعدين وبتستنى عليه لما بينشف كويس بيكون بقى شد اي خطوط هنا بتاع مش عارف ايه فتح البشرة بشكل حل وانا قلت ده بيساعد ايكبر مرضيقة مثلا للرقبة تمام للرقبة لسه ما اوصلوش طب ازاي تخلصت من الجلد الميت وازاي تخلص من الدهون ماهو الجلد الميت ده انت مع الحاجات اللي بتحطيها بس ما تقشريش انا ضد التأشير كنت لسه ضد الحكاية الابرة طب في بديل والحاجات في الوش كده اه بيبقى في بديل في الكريمات اصلا هو موجود في الكريمات بس مثلا اما تقشري بنسبة واحد في المية غير لما تقشري بنسبة مية في المية طب انا هقشري طب مثلا ممكن ايه قشرت عندك ورجعتك والحاجات تانية لخبطتلك الدنيا وبعدين لازم يكونش في حرمان والبنات اللي في المراهجة دول بيحبوا الشيبسي والحاجات الجميلة دي فدي كلها غلط اه طبعا طب ايه البديل لها يعني يأكل خضار طبعا اهم حاجة الاكل الخضار والاكل الحلو والاكل الصحي في البيت وشرب المية اهم حاجة لكل بنتي يعني هيفدها كتير وهتلعب رياضة طبعا يعني الرياضة كمان مهمة للبشرة هتلعب رياضة اه طبعا هتمشي شوية هتجري لان سن سنهم ده سنهم غير طبعا الست اللي بتبقى كبيرة شوية مش هتقدر فبتقعد الحاجات دي ويه موجودة واعدة فهتتغير برضو لعلي فكرة الست الكبيرة دي جميلة جدا البركة الجميلة دي برضو لازم اه طبعا بتحط الحاجات دي وبتتجمل وهي طبيعي ربنا بيبقى بديها بحجل وحدها كده كل سنة هم طيبين كلهم كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور وحضرتك طيب طيب بالنسبة للبشرة الجفة هل المرتبات اللي انا بستخدمها هل انا بختار يعني الكريم اللي هو بيبقى ليه مكونات معينة ولا ده برضو بيبقى بيفرق من بشرة لبشرة ما هي اكيد راحت لدكتورة او لدكتور وصف لها ده لو ممشيش معا مش هتكمل لكن لو مشي معا كويس خلاص لكن مش يعني مش من دماغي دماغي تروح تايدالية وتجيبك اي كريمات وتحطها انا ضد ده يعني تنزل حد مثلا هي قالتلك الله ده حلو او استعملت يتقولي لها كذا تروحي يتجيبه مش هيطلعوا الاتنين زي بعض كل بشرة غير البشرة التانية والشعر نفس الحكاية ولا ده انا بستخدم الشامبول فلان لا مش كل حد في مكونات معينة بتمشي مع نوع معين سواء شعر او سواء بشرة بعين النسب اللي انا بضيفها بتنسب مثلا انت شعرك كذا بس انا بقى عارفة حاجتي اللي عندي انا من وزودة هنا قد ايه وحطة هنا قد ايه احنا لو فيه سئلة مهمة كده دينا ان نقولها الستاذة مونة عشان احنا الوقت بيجر محراريتك وفاضل ديتين فعايزين بقى في عجلة كده اهم بقى سئلة بتشغل مثلا البنات حارك جاوبين عليها وكلمة خيرة لعشان البشرة وكده والوقت بيجر في صراح انا بحب كل بنت تكون كده فرفوشة يعني ما بحبش البنت اللي بتبقى كئيبة وتبقى مبسوطة وتستعمل كل حاجة حلوة عرفت خلاص طريقة الغسيل ازاي عرفت طريقة ده ازاي بتحط حاجات صحية لشعرها كويسة وبتاكل كويس اكل صحي كويس وتشرب مياه كويس ده بالنسبة لمنوتة سيدة لكل حد والرجل نفس الحكاية اكيد طبعا مش عايزين نزل من روكل برضو في الموضوع ربنا يخليهم كله امين يا رب كل سنة حضرتك طيبة يا دكتورة وانا بقول لكل ام مصرية وكل ام في الوطن العربي كله كل سنة وانت طيبة وبر الوالدين ده حاجة عظيمة وان كل ابن او ابنة مهما عملت مش هتقدر ان انت توفي ولو جزء بسيط اوي لولدتك فياريت تبروهم واللي فقد والدته مش بس في الدنيا لا في الاخرى كمان وكل رب يرحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم تكلام ربنا انك ادعي لهم يعني ادعي لهم وود الناس اللي هم كانوا مقربين لقلبه كمان يعني تصدق عليهم وكل سنة وكل ام مصرية وكل سنة حالتك طيبة يا دكتورة نورتينا وكل ام في السعودية والامارات وكل بلد روح تزورتها كل وطن العربي كله اقول لهم كل سنة هم طيبين لانهم كلهم امهاتي وكلهم ناس عزاز عليها جدا وكل ام انا باحترمها في مصر وبقول لها كل سنة وانت طيبة من هنا لو حريك عايزة تواجهي كلمة لأي حد مثلا كلهم على قد بزيارة كلهم اخواتي وكلهم بقول لهم كل سنة هم طيبين ويا رب اشوف كل الامهات بصحة وعافية ان شاء الله امين يا رب العالمين كل سنة وانتو طيبين وحضرتك طيبات وطيب طبعا عزائي المشاهدين احنا حالة النهاردة كانت مختلفة في برنامجكم بلدنا الحلوة حبينا طبعا يعني ايه بمناسبة عيد الام وطبعا فضل الام فضلها كبير جدا سواء في الدنيا او في الاخرى ربنا صحيحة تعالى في كتاب العزيز قال في آية صريحة وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا إما يبلغان عندك الكبرى أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهم أقفين ولا تنهرهم يعني بعد الشرك بالله جاء للأم والأب ارتباط بين الله اه ارتباط فده فضل الأب وفضل الأم والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن أدم إذا مات ابن أدم من قد عمله إلا من ثلاث من دم لهم ولد صريح يدوله يعني الولد مرتبط بأمه أو والده فإحنا لازم لكل ابن يدعي الولده أو يدعي الولدته وكل يعني كل عام وكل أم في مصر واللي معندوبة أولاد مصر كلها هتدعي طبعا 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 وطبعا أنا افتقدنا النهاردة لأستوز ربيع معنا عشان معلش بنته نادى ربيع بتامنا عملية وألف سلامة نادى ألف سلامة وإن شاء الله في حلقات أخرى وتابعونا على صفحة البرنامج للمواعيد الجديدة إن شاء الله بداية من الجمعة الجاية وبشكر حضرتك يا منا وبشكر حضرتك يا دينا وبنشكر أميرة واللقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة